الأمن والسلم الدوليين، الهدف الأسمى لقيام الأمم المتحدة تسترشد في سبيل بلغهما بمواثيق وأحكام ناظمة تصون حقوق الشعوب استقلالاً، أمناً واستقراراً الغريب في الأمر، صراخ القلة داخل أروقتها تخالف أساس المنظمة الدولية وتحاول الالتفاف على قراراتها ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة استغرب جرأة الالتفاف على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير فتأتي حسبه أكاذيب الاحتلال المغربي في مقام الاستخفاف بذكاء الدول الأعضاء وإهانة ما تمثله المنظمة الدولية إن بيان دولة الاحتلال هو استخفاف بذكاء الدول الأعضاء لما تضمنه من أكاذيب صارخة وتزييف للحقائق بخصوص قضية الصحراء الغربية المسجلة في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وهيئاتها الفرعية منذ عام 1963 كقضية تصفية استعمار بعد البيانات المؤيدة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال التي أدلت بها الدول الأعضاء تباعا منذ بداية دورة الجمعية العامة ثلاثاء الماضي جاء بيان دولة الاحتلال المغربي كصوت نشاز وإهانة لكل ما تمثله الأمم المتحدة ما خالف الحق وألبس باطلا سيبقى محل مقاومة الصحراويين وكفاحهم الذي يسترشد بالوسائل الشرعية حتى تمكين من تقرير المصير أما البوليساريو فتجادد تأكيد مهما تمادت دولة الاحتلال المغربي في لغة التصعيد والتعنت فإن الشعب الصحراوي المتشبت بحقوقه المشروعة والمعترف بها دوليا بقوة سيوصل بحزم كفاحه التحرري بكل الوسائل المشروعة حتى ينال حريته واستقلاله غير القابلين للمساومة من إفريقيا وأمريكا اللاتينية تحاصر الأشرعية ويعترض سبيل الاحتلال المغربي نحو فرضها حيث جدد وزير العلاقات الخارجية الكوبي لنظيره الصحراوي على هامش اختتام الدورة الثامنة وسبعين للجمعية العامة تضامن بلاده القوي مع الجمهورية الصحراوية ودعمها لكفاح شعبها المشروع